هدفين فأقول نصف ساعة على نقطة بركان إحنا رايحين لكارثة من حسن الحظ تاني من حسن الحظ فقط من حسن الحظ فقط لا تدخلات جوزي جوميز اللي ما تدخلش أصلا ولما تدخل تدخل بطريقة عجيبة هقولك عليها دلوقتي ولا من لعبت الزمالك اللي معظمهم النهاردة ما كانوش في أفضل أحوالهم كانوا سايقين بقى من الآخر مش هجمل الكلام كانوا سايقين أنا مش مصدق النهاردة أحمد فتوح مش مصدق حسن عبد المجيد مش مصدق كل خط الدفاع بتاع الزمالك بما فيهم عمر جابر وبما فيهم حمزة المسلوسي مش مصدق طبعا 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 مش مصدق سامسون أكينيولا انت بتلاعبوا ليه بصراحة بس مش هلوم اللاعب بقى في دي جوزي جوميزي النهاردة ارتكب مش خطأ خطيئة كبيرة بإشراك سامسون أكينيولا في الشوت الأول من الشوت الأول يعني أنا فهم ان سامسون ده يبقى ورقة معاك على الدكة تستخدمها خاصة ان انت الدكة بتاعتك مش تقيلة ولعب السهل ولعب الواضح النهاردة حسيت ان جوزي جوميزي المدرب اللي أنا مقتنع بها مش بغير كلامي أنا شايفه مدرب جيد ما زلت يعني عند رايبس النهاردة كان عنده كوارس أبرازها سامسون سامسون النهاردة بدأ شمال وبعد كده على يمين هجيب لك شوية تلقطات دلوقتي وبعد كده على يمين وبعد كده سترايكر والراجل مش عارف يعمل فيه ايه مبوز اللعب سامسون مبوز اللعب كله وأظهر فتوح بشكل كارسي يعني هو فتوح النهاردة أصلا مش في أفضل مستوياته على مستوى الفردي طيب على المستوى الفني في أرض الملعب كان فيه كارسة ايه هي إن فتوح دايما مسك الجابعة دي لوحده ودفعين وهجوميا فيه كارسة فأي هجمة للوداد عفوا لنهض البركان كانت بتبقى من ناحية الشمال من ناحية فتوح يعني من ناحية اليمين بتاعت نهض البركان سدح مداح عيش زي ما انت عايز تعيش العب زي ما انت عايز تلعب يا مهاجمين نهض البركان يعملوا لو انت عايزينه كوارس تكتكية النهاردة وبعدين لما تلعب قدام فريق مغربي على ملعبه وملاكش دعوا بالاسم بتاعه نهض البركان بقى الوداد الرجاء اي فرقة تاخد حذرك جدا ليه إن الجمهور المغربي عموما مع اي فريق جمهور صعب فبينزل اللعيبة بتاعته في حماس شديد جدا وينزل المنافس مهما كان تحت ضغط عصبي كبير جدا وده اللي حصل